أستاذ بالبداية أنا أقول لازم نحدد سبب أزمة السكن ماذا حددنا هذه الأسباب ممكن نلقى النتائج إحنا بحراكة جيل الجديد عدنا تجربة تجربة جدا ناجحة في مدينة السليمانية إحنا إنشأنا ألفين وحدة سكنية وبعناها بمقدمة ثلاث ملايين دينار وبقصة مئة وخمسين ألف دينار أكون مئة ألف وأكون مئتين ألف أعلى سقف مئتين ألف أسكننا ألفين عائلة لو مدد 12 سنة وإحنا ربحنا بالشركة يعني ممكن ننقل التجربة إلى بغداد وإلى باقي المدن أنه ندخل شركات أنت سياسي أو تجار؟ إحنا قبل العملية السياسية أكيد إحنا عدنا أعمالنا كنا نمارسهم فإحنا نقدر ندخل شركات تبني وتوفر لكن أكوبعد تجاري للموضوع أنا مدى أشوف أكوبعد إنساني يوضع ضمن سياق استحقاق المواطن للدولة أو استحقاق الدولة للمواطن أنت حضرتك انطيت وجهة نظر وأنا انطيت تجربة على أرض الواقع هذا الفرق بين الرؤى إذا رجعنا نحدد الأزمة راح نلقاها طبعا أنا عندي مجموعة نقاط أول نقطة هي ازدياد نسبة السكان السنوي هذا وزارة التخطيط ما متوجهت لا أعتقد ويقولك هذه الناس يأصر عندنا وزارة التخطيط وزارة التخطيط ثانيا قلت وجود أراضي سكنية مفرزة طبعا أراضي كثيرة بس مفرزة معدمة ومعدة لغرض البناء مما أدى إلى توجه المواطنين إلى الأراضي الزراعية والتجاوز وهذا أمر طبيعي أنه الأراضي غالية داخل المدينة حالة تتوجه للأطراف النقطة الثالثة عدم موجود مقاومات العيش في الأراضي الموجودة في أطراف بغداد مثل الماء والكهرباء والتبليط الشوارع وخدمات الصرف الصحي بقت هناك الأسعار رخيصة بهذه الأسباب والمدينة غالية لا يستطيع أن يشتري به أربعة عدم موجود بناء تحتية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق وارتفاع أسعار المواد أنت لازلت الشخص نعم لازم نشخص أستاذ طيب بس شخص سريع حتى نستثمر بعلم النفس لازم نحدد الأسباب حتى نطلع للنتيجة صح فهذا قياس نحن وياك عدم موجود بناء تحتية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في البناء والسبب عدم تشغيل المصانع والمعامل المحلية الحكومية والأهلية وعدم توفير المواد الأولية لها من قبل الحكومة لغرب توفير مواد أولية وبأسعار مناسبة وتنافسية للأجنبية أحسنت طيب أعبرني عن الحلول إذا أمكن نعبر عن الحلول الحلول أستاذ لازم نشرع قانون يسمح بدخول الشركات هناك قوانين لكن شبه معطلة وأنهم لا يتوجهون إليها مثل؟ للأسف يعني قوانين نحن لازم بالدرجة الأولى أرجع لك على الدستور عقب على كلامك لازم تكون فقرة في الدستور أنه يحق لكل عراقي السكن ها لازم تعدل دستور على هذا لازم نعدل التشريع بالدستور نقول أكو لازم يعني هل هناك دستير نعم تكتب قضايا تتعلق بالسكن نعم دستور الليبيا كتب هذا هذا وارد يعني بعلم الدستير يعني إنما هو حق هناك التكافل الاجتماعي هذا يعني أقسم ومن ضمنه استكن الدستور شامل جامع مانا بمعنى هو يتحدث عن الخطوط العريضة الأطر العامة أما يدخل بتفاصيل هذا حقوق هذا حقوق وجبة الدولة لازم توفرها للمواطن توفرها بقانون وليس ضمن المادة الدستورية طبعا ما هو راح يحس المواطن بالوطن إذا ما يشوف قيمته موجودة وحقوقه مضمونة للأسف طبعا إحنا عدنا غياب غياب القانون أو قوة القانون بالأحر طيب فلازم نتوجه نفس التوجه إلى إدخال الاستثمار والشركات موجودة الشركات الآن وموجود استثمار الآن لكن أباوع أنا بتركيا اللي هي تعتبر يعني العراق أغدم العذاب كثيرا أقدم وهي مفروض أغلى من العراق يعني شقة ببسط إسطنبول سعرها ما يتجاوز الستين مليون دينار وشقة في بغداد سعرها ما يقارب 120 مليون دينار ترجمة نانسي قنقر